اشتركوا في القناة في القناة 2022 لصندوق التقاعد الوطني أي لضمان تسديد معاشات المتقاعدين وتعادل مساهمة الدولة المنتظرة في صندوق احتياطات التقاعد 6392 مليار سنتيم وفقا لما يتضمنه مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2022 أي ما يقارب 6400 مليار سنتيم ويعرف هذا المبلغ على أنه ميزانية إضافية تقططعها الحكومة من الجباية النفطية كل سنة لمواجهة عجز صندوق التقاعد حيث باتت تلجأ في كل مرة إلى رفع حجم المبالغ الموجهة لتغطية عجز الـ CNR وفقا لما يؤكده مراقبون وحسب ما تضمنه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022 والذي تحصلت الشروق على نسخة منه تحت عنوان مساهمة لفائدة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد تسجل الاعتمادات بعنوان هذا الباب تطبيقاً للمادة 30 من أحكام قانون المالية لسنة 2006 حيث بلغت مساهمة الدولة في صندوق احتياطات التقاعد 63.927 مليار دينار خلال سنة 2022 وهي ناجمة عن مستوى ناتج الجباية البترولية المرتقب لسنة 2022 والذي خصصت حصة 3% منه لهذا الصندوق وتأتي هذه المساهمة في وقت تطالب النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة بعودة التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن ومراجعة القانون كالكل بعد إلغائهما سنة 2016 وعدم تحديد الفئات التي تستفيد من امتيازات في هذا المجال وهم أصحاب المهن الشاقة إذ تم تشكيل لجان لتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالاستثناء من قرار إلغاء التقاعد المسبق إلا أنه لم يتم الكشف عنها لحد الآن رغم بدئها في عقد اجتماعات الغربلة والتصفية منذ أزيد من أربعة سنوات ويرتقب أن يتطرق أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعب الوطن خلال لقائهم المنتظر مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبوع المقبل لملف التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن والحصول على التوضيحات اللازمة بخصوص إمكانية عودة طرح الملف لا سيما بعد أن تم تداول أنباء على مستوى المركزية النقابية تفيد بإمكانية إعادة فتح قضية إلغاء التقاعد المسبق خلال لقاء ثلاثية جديد يرتق بعقده قبل نهاية السنة وكانت الحكومة قد صبت السنة الماضية عبر قانون المالية لسنة 2021 مبالغ الطائلة للتمكن من تغطية العجز الذي يجابه صندوق التقاعد ولضمان تسديد معاشات المتقاعدين بشكل عادي وطبيعي وسبق أن رد وزير العمل على نواب المجلس الشعبي آنذاك بأن هذا العجز يعادل 68 ألف مليار سنتيم ولجوء الحكومة في كل مرة لضخ مبالغ إضافية من الخزينة لضمان تغطيته يفرض بالضرورة في الوقت الراهن تأجيل الحديث عن عودة التقاعد دون شرط سن خاصة أنه وفقا للأرقام المتواجدة لدى مصالح سي أن أر يفترض أن تغطي مساهمات خمسة عمال في الصندوق الوطن للتقاعد معاش متقاعد واحد ولكن الأرقام المتوفرة اليوم لدى الصندوق تثبت العكس حيث يغطي 2.2 عامل معاش كل متقاعد فضلا عن مراجعة منح التقاعد في كل مرة ما يشكل ضغطا إضافيا على الصندوق